السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منشاهدنا الكرام في هذه الحلقة اليوم سوف نتحدث على قصة مهاجر مصري متهم بقتل ابنتيه لأسباب سوف نتحدث عليها في هذا الفيديو بالنسبة لهذه الحلقة أو هذه القصة التي سوف أتداولها اليوم في هذه الحلقة الهدف منها ليس الدعاية لهذا الشخص أو التشويه بسمعة هذا الشخص ولكن فقط للتركيز على بعض النقاط التي يعاني منها بعض المهاجرين القادمين من بعض الدول العربية أو الإسلامية وحينما يأتون إلى أمريكا ويرزقون بأطفال ويتم تربيتهم بعض المرات على التربية الأمريكية خصوصا أولئك المهاجرين الذين يأتون مثلا من شامر إفريقيا أو من الشرق الأوسط ويتزوجون بأمريكيات ويكون هناك مشكل في تربية الأولاد فمثلا الأب يريد تربية أبنائه على طريقته مثلا الأم تريد تربية أبنائها على طريقة التي تعتقد أنها هي الطريقة المتلة فقصة هذا الشخص الذي سوف نتحدث عليه مع كامل الأسف في هذه الحلقة هو فقط لتوضيح بعض الأمور التي ربما يواجهها أو سوف يواجهها العديد من المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في بعض الدول أوروبا الغربية فالقصة هي قصة مهاجر مصري هذا المهاجر اسمه ياسر عبد السيد هذا الشخص هو سائقه تاكسي بولاية تيكساس متزوج من أمريكيا ولديه تفلتين إحدهما سنها 18 سنة والأخرى 17 سنة هذا الشخص اتهم في سنة 2008 بقتل ابنتيه التي عمرها 18 سنة واسمها أمينة والبنت الثانية سنها 17 سنة واسمها صارة هذا الشخص الذي سوف يقوم بقتل ابنتيه في سنة 2008 وسوف يفر ليتم إلقاء القبض عليه في سنة 2020 ويتم تسليمه للعدالة في الأسبوع الماضي أو بداية شهر غشت من هذه السنة وليحكم عليه الحكم النهائي وهو الحكم المؤبد لأنه متهم بقتل ابنتيه 18 سنة و17 سنة في سنة 2008 بالنسبة لقصة هذا الشخص سوف أشرحها بالتفصيل يعني ما هي الأحداث كيف وقعت هذا الأحداث الأحداث تعود إلى سنة 2008 هذا الشخص كان ضد أن تكون هناك علاقة بين ابنتيه وعني شباب أمريكيين لأنه هو مسلم الأولاد غالبا تربطوا تربية إسلامية بالنسبة للزوجة فهي زوجة أمريكية لا أعلم هل هي مسلمة أو غير مسلمة لكن كان هذا الشخص ضد أن تربط علاقة بين البنت ابنتيه وشخص أمريكي فكان هناك سيطرة للوالد في المنزل وكان في سنة 2008 قد قام بتوجيه اللوم لإحدى فتياته إحدى بناته شيء الذي دفع البنات والأم إلى مغادرة المنزل وبعد توسلات تواصل مع العائلة وعادوا إلى منزلهم هذا الأمر وقع في سنة 2008 بعد أيام سوف يستقل الطاكسي الذي يشتغل عليه هذا السيد ويستحب ابنتيه معه للدهب إلى مكان الماء لتناول الأكل وكان هذا في ليلة أعتقد رأس سنة 2008 فيأخذهما إلى مدينة أورفن بولاية تكساس وأن ذاك سوف يقوم بإطلاق الرصاص على ابنتيه في الطاكسي ويقوم بقتلهما ويفر حينما تم إلقاء القبض عليه في سنة 2020 وسئل لماذا لم يقوم بتسليم نفسه أولا في البداية اعترف بأنه حينما كان يسوق الطاكسي رفقة ابنتيه كانت هناك سيارة تلاحقهما وبعد لحظات حينما وصل إلى المكان الذي يريد نزل من السيارة وطلب من بلانته أن يبقين في السيارة وبعد عودته وجد أن ابنتيه تم قتلهما لكن الدلائل والمعلومات التي أفادت بها الشرطة يعني الجهاز القضائي في ولاية تكساس أثبتت العكس بل أن القاتل هو الأب الأب يعني بعد أن غادرت البنات والأم المنزل وتوسل إليهما بالعودة إلى المنزل سوف يصطحبهما في تلك الليلة من سنة 2008 ويأخذما في التكس الذي يشتغل عليه وسوف يقوم بإطلاق النار عليه لسوء حظه في تلك الليلة وهو أن إحدى البنات تصلت برقم المستجدات أو الشرطة وهو 9-1-1 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت جملة وهي أبي أطلق النار علي إني أموت يعني قبل موتها اعترفت بأن القاتل هو الوالد بعد ذلك سوف يأتي الإسعاف ليقوم بنقل الفتاتين إلى المستشفى ويتم الإعلان على وفاتهما كما قلت هذا الشخص هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تم الحكم عليه بالمؤبد هذا الحكم الذي اعتبرته الزوجة يعني لا شيء وأنه يستحق الإعدام مع كامل الأسف هذا بصفة عامة هي أحداث هذه القصة التي وقعت لهذا المهاجر المصري الذي حسب أقواله يريد أن يقوم بطربية أبنائه بناته على الطريقة التي يريد لكن بسبب صراع الأجيال وبسبب القوانين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب العديد من الأمور يعني في الأخير لجأ هذا المهاجر مع كامل الأسف إلى القيام بهذه العملية فهدف من هذا الفيديو ليس كما قلت للدفاع على الفتاتين أو الدفاع على الأب ولكن لتوضيح أن هناك العديد من الأحداث الشبيهة بقصة هذا المواطن المصري مع كامل الأسف هناك مهاجرين من خلفيات عربية أو إسلامية من فرت بناته من المنزل هناك من فر أبنائه من المنزل هناك من غير أبنائه أو بناته ميولاتهم الجنسية وتم يعني غادروا المنزل أو كان هناك صراع بين الأهل والأطفال فهذه فقط صورة على العديد من الأمور التي تقع هنا في أمريكا خصوصا في العائلات وفي المجتمعات التي نجد فيها أن مثلا الزوج قادم من مثلا من المشرق وهو متزوج مثلا من الأمريكية أو متزوج من سيدة لاتينية فيكون هناك صراع في التقافات ويكون هناك شد وجد بين الزوج والزوجة فالزوج يريد تربية أبنائه على مثلا مذهبه أو زيانته أو توجهاته التقافية والزوجة تريد توجيه أبنائها بالطريقة التي تريد فكما قلت هذا فقط لوضع بعض المهاجرين في الصورة وليفهموا أن القوانين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تعطي السلطة بالدرجة الأولى للزوجة والأطفال الزوجة والأطفال هم الذين يحصلون على اليد العليا حينما تصل الأمور إلى السلطة أو غير ذلك فحداري بمثل هذه الأمور وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته